موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم هذا اليوم توصل التقس في استقرار ظهرت بعض السحب خاصة في العشية بالمناطق الجبلية وكانت السماء الصافية إلى قليلة السحب بقية الجهات ودرجات الحرارة كانت مبين 30 و 36 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية جهة الوطن قبل جهة الساحل وكذلك الجنوب الشرقي في حين كانت أكثر بقية الجهات مبين 38 و 41 درجة سجلنا 39 درجة بتونس العصمة بالنسبة إلى هذه الليلة يتوصل التقس في استقرار الرياح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة ودرجات الحرارة ليلا ستكون مبين 22 و 28 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي ومبين 28 و 32 درجة بقية الجهات بالنسبة إلى يوم الغد إن شاء الله العوامل الجوية ستكون ملأمة لظهور ظباب محلي وخفيف في الصباح الباكر خاصة بالمناطق الساحلية ثم التقس صافي على كامل البلاد ودرجات الحرارة ستكون مبين 30 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات ومبين 37 و 43 درجة ببقية المناطق بيتونس الكبرى يوم الغد إن شاء الله ستكون في حدود 34 درجة مع سماة صافية إلى قليلة سحب بنابل 36 درجة ضباب خفيف في الصباح ثم سماة صافية أقل بقليب 29 36 ببنزرت 38 بزغوانة 41 بباجة 28 درجة بيتبرقة 42 بيجندوبة 39 بيستليانة 38 بالكاف و36 بتالة وسماء صافية إلى قليلة سحب بالقيروان 40 درجة سحب قليلة بجية الساحل بعد تقسع الضباب المحلي ستكون السماء صافية إلى قليلة سحب والحرارة في حدود 32 درجة أقل بقرقنا 35 بيسفاقص بيسيد بوزيد 40 38 بالقسرين ويتواصل التقس في استقرار بالجنوب الغربي 41 بكل من قفصة طوز الواقبلي مع صحوب قليلة ببقية مناطق الجنوب الشرقي 37 بيجابس وجربة 38 بمدنين بتاطوين 36 37 بيرمادة 38 بالبرمة وبرج الخضرة بالنسبة إلى الملاحة والصيد البحري تتواصل الرياح من القطاع الشرقي صرعتها ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا في العشية خاصة بمنطقة سيرات البحر قليل اتراب فمضطرب وقليل الاتراب بخليج تونس أما بالسواحل الشرقية بدءا بخليج الحمامات مرورا بمنطقة الشابة إلى غاية خليج جابس ستكون رياحة شرقية إلى شمالية شرقية صرعتها ضعيفة إلى معتدلة متعداشة إلى 20 عقدة والبحر هادئ إلى قليل الاتراب بعد الظهر إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بإنواق شوت سحب قليلة 32 درجة سحب قليلة كذلك بالداربيضات 29 تقصف استقرار بالجزيرة العاصمة 31 وسما صافيا سما صافيا أيضا بترابلس 34 بعض السحب الخرطوم 36 سما صافيا بالقاهرة 38 درجة بمكة المكرمة والمدينة المنورة سحب قليلة 46 بالمدينة المنورة و44 بمكة المكرمة بمسقة 31 سحب قليلة أكثر بأبوظبي 41 46 بالدوحة 45 بالكويت و46 ببغداد 37 بدمشق 30 ببيروت و32 درجة بالقدس الشريف سما صافيا سما صافيا أيضا باستنبول 32 درجة بمرسيليا حرارة مرتفعة 37 درجة سحب قليلة برومة 37 ومارسيليا 31 32 بجنابة 31 ببريس حرارة مرتفعة 27 ببرلين كذلك ببريكسل و25 بلندن تتواصل حرارة مرتفعة بمدريد 40 درجة سما صافيا سما صافيا أيضا بلشبونة 32 درجة التوقعات الجوية بالنسبة إلى الأيام القليلة القادمة يوم لا حد يتواصل التقص في استقرار لأنه في آخر العشية من المتوقع تكون سحب برعدية ركامية تساهم في نزول بعض الأمطار المحلية والمتفرقة تشمل أساسا المناطق الغربية للشمال والوسط مع ذلك سحب عامة قليلة الحرارة قصوى ستكون ما بين 32 و39 درجة بالمناطق الساحلية أكثر بالمناطق الداخلية ما بين 40 و41 درجة البحر يتواصل عامة قليل الاتراب فمتموج في العشية ملائم إن شاء الله للسباحة ولمختلف الأنشرة البحرية بداية الأسبوع القادم يوم الأثنين نفس العوامل الجوية تتواصل الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فما تدل والحرارة ستسجل ارتفاع طفيف تبقى في حدود المعدلات العادية لشارؤوت ما بين 35 و38 درجة بالمناطق الساحلية وما بين 39 و44 درجة داخل البلاد مع صحوب قليلة تكون أكثر كثافة في العشية خاصة بالمناطق الغربية والرياح ستتواصل ضعيفة فمعتدلة من القطاع الشرقي والبحر قليل الاتراب فمتموج بالسواحل الشمالية شرق شمس يوم الغد سيكون في الساعة 35 و32 دقيقة وغروبها في الساعة 7 و16 دقيقة لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقع الواب الخاص بالمعهد الوطني للرزد الجوي للحصول على مختلف النشارات الجوية أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 88 40 4 مرات أوقات الصلاة اليوم الغد السبت 10 أوت الموافق لـ 5 صفر 1446 هجري صلاة الصبح بداية من الساعة الثالثة وخمسة وخمسين دقيقة الظهر ابتداء المنتصف النهار وثمين وثلاثين دقيقة العصر بداية من الساعة الرابعة وحداشين دقيقة المغرب بداية من الساعة السابعة وثمانتاش دقيقة وصلاة العشاء بداية من الساعة الثامنة وخمسين دقيقة في ختام هذه النشرة شكرا متابعوا الاهتمام وإلى اللقاء